اهلا وسهلا بكم متابعين في هذه التغطية ومتابعة لآخر تطورات التي تدور في فلسطين في هذه الاثناء الجيش الاسرائيلي يواصل طوال الساعات ساعات الليلة الماضية وحتى صباح اليوم يواصل قصفا عنيفا لقطاع غزة برا وبحرا وجوا وبشكل وصف بالأعنف منذ اندلاع المواجهات اما حصيلة عداد الشهداء في القطاع فوصلت الى 115 شهيدا من بينهم 28 طفلا ووصل عدد المصابين الى 621 مصابا وصلت الفصائل الفلسطينية اطلاق مئات القذائف الصاروخية باتجاه اسرائيل واعلن الجيش الاسرائيلي تدميره لمنازل تابعة لثلاثة ورسطين في الجناح العسكري لحركة حماس بقطاع غزة فيما تواصل الدبابات والمدفعية الاسرائيلية قصفها عدة مناطق بالقطاع بزعم تدمير شبكة الانفاق وذلك حتى الوقت الذي تستهدف فيه الفصائل الفلسطينية المستوطنات المحادية لغزة بالصواريخ وعلى الصعيد الانساني عشرات العائلات الفلسطينية بدأت بالنزوح من مناطق شمال وشرق قطاع غزة الى مراكز المدن وتحديدا مدينة غزة ولجأت المئات منهم الى مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الانروا وعزز التواجد المكثف للقوات الاسرائيلية على حدود قطاع غزة وانتشار كبير للدبابات والمدرعات قرب الحاجز الحدودي عزز تكهنات الخبراء بشأن تحضير اسرائيل لتوغل بري في غزة الا ان اسرائيل نفت التوغل في القطاع ولكن يبقى الغموط قائما بشأن طبيعة ذلك التواجد نظرا لحسابات التوغل المعقدة وتكلفته الباهظة حال تنفيذه بنفس طرق التوغل السابقة لاسرائيل في قطاع غزة اما كتائب القسام فتقول انها اطلقت تسعين صاروخا على مدينتي اسدود وعسقلان جنوبية اسرائيل ردا على قصف منازل المدنيين في غزة صباح اليوم لقيت فرسطينية وطفلتها حتفهما وجريح عدد اخر في غارة اسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم للاجئين وسط غزة وفي فلسطين التاريخية انطلقت في مدينة يافا تظاهرة شرك فيها العشرات من نشطاء اليسار الاسرائيلي مطالبين فيها الحكومة الاسرائيلية بوقف التصعيد في القطاع وحمل المتظاهرون شعارات تدعو الى السلام الا ان الشرطة الاسرائيلية سرعان ما قمعت هذه التظاهرة الجيش الاسرائيلي طلب من سكان مستوطنات في محيط قطاع غزة المتواجدين على بعد اربعة كيلو مترات من الشريط الفاصل طلبوا منهم البقاء في الملاجئ وحولت اسرائيل على ما يبدو مصار ناقلات النفط في ميناء عسقلان الى ميناء حيفة وطلبت لكي ناقلتين نفط على الاقل تسليم النفط الخام الى اسرائيل من ميناء حيفة بدلا من عسقلان بسبب الاضطرابات وكانت صواريخ حماس قد استهدفت عسقلان الى جانب مدن اسدود وبئر سبع وذلك بالقرب من الرملة على مستوى المباحثات نتابع تباحثات وزير الخارجية سامح شكري اليوم الجمعة خلال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي حول استمرار تدهور الاوضاع في الاراضي الفلسطينية ذلك في اطار التنسيق المستمر والتشاور الوثيق بينهما حيث تم تناول اهمية مواصلة العمل على ايجاد السبل الفورية الكفيلة بوقف المواجهات في قطاع غزة والحيلولة دون اية استفزازات في القدس فضلا عن الدفع بكل المساعي من اجل الحفاظ على حفوق الشعب الفلسطيني الشقيق وقد اتفق الوزيران خلال الاتصال على ان الاحداث الجارية لا تؤكد سوى على ضرورة تحرك الجدي نحو استئناف مصاري عملية السلام الامر الذي يمنح افقا سياسيا حقيقيا بهدف انهاء الصراع عبر الحل العادل والدائم الذي يؤدي الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ما يحقق استقرار الاوضاع في مجمل المنطقة هذا واكد الوزيران على مواصلة تكثيف الاتصالات مع الاطراف المنطقة بما في ذلك المجتمع الدولي بهدف سرعة انهاء المواجهات والتعزم الحالي مع الدفع قدما للمضي في ضرب تسوية شاملة للصراع الاسرائيلي الفلسطيني ودعا فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر الشريف قادة العالم لمساندة الشعب الفلسطيني قائلا في رسالة بخمسة عشر لغة لغة العبرية قال ادعو شعوب العالم وقادته لمساندة الشعب الفلسطيني المساهم والمظلوم في قضيته المشروع العادلة لأجل استرداد حقه وارضه ومقدساته اما عالميا شهد الكونجرس الامريكي انتقادات محدودة من نواب يسار الحزب الديمقراطي لما تفعله اسرائيل انا ابا رشيد طليب انتقدت في الكونجرس الامريكي دعم الولايات المتحدة غير المشروط لاسرائيل خلال خطابها وقالت وهي تكتم دموعها فهذا الدعم ادى الى محو الحياة الفلسطينية السناتور الامريكي الشهير بيرني ساندرز عشر تغريدة على صفحته على تويتر وقال فيها انني قلق للغاية من تنامي الصراع في اسرائيل وفلسطين مرة اخرى نرى كيف يمكن الاعمال غير المسؤولة لمتطرفين يمنيين متحالفين مع الحكومة في القدس ان تفاقم الاوضاع بسرعة الى حرب مدمرة على جانب اخر هناك الاف الاردنيين الذين نظموا مسيرة تضامنية في عمان وقرب الحدود مع اسرائيل والضفة الغربية المحتلة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس ذلك بعد خمسة ايام من بداية التصعيد بين اسرائيل وحركة حماس اما الصين فقد اتهمت الولايات المتحدة بتجاهل معاناة الفلسطينيين بعد عرقلة واشنطن عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي لمناقشة النزاع في الشرق الاوسط هذه كانت اخر التطورات والارقام وحصيلة الشهداء والمصابين الخاصة باخر الاوضاع في فلسطين بالتأكيد سنتابع معكم كل ما هو خاص بهذه القضية وابرز التطورات الخاصة بها نشكركم شكرا جزيلا على متابعتنا في هذه التعطية والى اللقاء